اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية متابعي تقسي العرب في الأردن أسعد الله أوقاتكم بكل الخير نهر اليوم الاثنين انخفط درجات الحرارة قليلا مقارنة بيوم أمس الأحد مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية وأجواء حارة نسبيا في عموم المناطق إن شاء الله ليلة الاثنين عالثلاثاء ستنخفط درجات الحرارة قليلا لتصبح ربيعية دافئة في ساعات النهار ومائلة إلى البرودة لطيفة ومائلة إلى البرودة في ساعات الليل إن شاء الله ليلة الاثنين عالثلاثاء وخلال الأيام القليلة القادمة نستطيع التفاصيل هذه النشرة من خلال صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة إذ نلاحظ انتشار كميات من الغيوم على مرتفعات عالية ومتوسطة في أنحاء مختلفة من المملكة نتيجة لاندفاع كتلة من الرطوبة في طبقات الجو العليا أما عن درجات الحرارة إن شاء الله المتوقعة لثلاثة أيام القادمين من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس بنلاحظ يوم الثلاثاء انخفال على درجات الحرارة لتصبح الأجواء ربيعية دافئة في ساعات النهار عفوا ولطيفة مائلة للبرودة في ساعات الليل كم نلاحظ يوم الأربعاء أجواء لطيفة ربيعية دافئة حتى يوم الخميس بإذن الله أما هذه الليلة في العاصمة عمان فترة السحور بتسجل 19 مئوية أجواء صافية نسبة الرطوبة 35% وسرعة الرياح خفيفة 4 كم في الساعة أما الآن دعونا نتعرف على درجات الحرارة لثلاثة أيام القادمين في العاصمة عمان تسجل يوم الثلاثاء الأربعاء والخميس 28 مئوية نهارا مع أجواء ربيعية دافئة نهارا و18 درجة مئوية ليلا مع أجواء لطيفة مائلة للبرودة في ساعات الليل المتأخرة متابعين ما تنسوا التابع باقي تفاصيل نشرات طقس العرب إلى هنا إلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة